تلقى إعلام داعش ضربات موجعة على الأرض وعلى الشبكة العنكبوتية خاصة خلال الأشهر القليلة الماضية ما تسبب بتصدعات كبيرة في بنيته ما يعني أنه أصبح يواجه صعوبة كبيرة في الترويج لنفسه وهذا ما أكده تشارلي وينتر المتخصص في شؤون الجماعات المتشددة في لقاء له مع أخبار الآن والذي أكد خلاله أيضا أن حجم الضربات أنهكت هذا التنظيم وأن على التحالف أن يبقي على وطيرة الضغط هذا وأن يقوم بضرب بنية التنظيم الإعلامية لضمان القضاء النهائي عليه خلال السنوات القليلة الماضية أجهزة إعلام داعش تعرضت للعديد من الضغوط ليس فقط بفعل الهجمات الجوية وتقدم القوات المعارضة لداعش على الأرض بل وأيضا بفعل الهجمات الإلكترونية الحكومية أو التي شنها قراصنة وهذا يعني أنه أصبح أكثر صعوبة على التنظيم أن يروج لنفسه منذ أيام قليلة انتشر خبر مقتل أحد مؤسسي وكالة أعماق الإخبارية في هجمة جوية على مدينة الميدين السورية من الصعب التنبؤ بحجم الضرر الذي سينعكس على التنظيم بالكامل لكن سيكون ذلك سلبي بالتأكيد أن داعش يعاني منذ فترة من نقص القادة بشكل عام وعندما نتكلم عن الدعاية فهنا يجب أن نعرف أنه يعتمد بشكل كبير على الخبراء وفي السنة الماضية خسر تنظيم داعش ليس فقط مؤسس وكالة أعماق بل أيضا وزير الآلام أبو محمد فرقان وأبو محمد العدناني الدعاية تعني كل شيء بالنسبة لداعش إذ لم تصل الجماعة إلى هذا المستوى لو لقدرتها على إصدار مقاطع ومجلات وتقارير مصورة لكن في هذا الوقت الذي أصبح الوضع أصعب بالنسبة إلى رجال الدعاية الخاصة بهم سوف يعاني التنظيم كثيرا ويجب علينا أن نفقي هذا الضغط على داعش وعلى التحالف أن يستمر بالزيادة الضغط الذي يمارسه ضد البنية التحتية الإعلامية للتنظيم